محمد علي بن رمضان الاهلي في قصة محمد علي بن رمضان هديك الوصف الصحيح الاهلي في حكاية محمد علي بن رمضان اللعبة التونسي الكبير بيراوغ بيراوغ زي مليونيل ميسي بيراوغ يعني ايه؟ يعني المراوغة الحلوة اللي تعجبك مش تدايقك ويبدو أن الاهلي يستعد يستعد بعد هذه المراوغة لتسجيل هدف رائع وجميل زي اهداف ليونيل ميسي انت بتقول ايه يا عم تنجز صح كده؟ انت بتقول لو انا سمعك قصة محمد علي بن رمضان حتى هذه اللحظة لسه ما بزتش اكلم انت من كم يومكو انت بتقول لي انه تقترب من الفشل ما هذه المراوغة ما انت رقصت برضو ما ميسي بيرقص اي حد فيبدو ان الاهلي كمان بيرقص اي حد محمد علي بن رمضان النادي الاهلي مازال متواصل معاه متواصل مع والده اللي هو وكيل اعماله متواصل مع ناديه والنادي الاهلي طلب من والد محمد علي بن رمضان ان يقلل او او ما يعملش اي مدخلات هاتفية ما يعملش اي لقاءات تلفزيونية خلال هذه الفترة طلبوا منه ده عشان الامور بتاعت الصفقة تتم على خير محمد بن رمضان حتى هذه اللحظة تركز في دي عايز ينضم للنادي الاهلي سيبك بقى من كل الكلام اللي تقال ان محمد بن رمضان مش عايز النادي الاهلي ده مش صحة خالص ازود لك حتة محمد علي بن رمضان والنادي الاهلي مخلصين امورهم مع بعض خلصان حكاية محمد علي بن رمضان والنادي الاهلي خلصان يتبقى ايه اتفاق النادي الاهلي مع ناديه المجري وفيه بعض الامور المالية اللي عليها خلافات وامور مالية او الخلافات دي مش كبير يعني ايه النادي الاهلي عايز يسدد الرقم اللي هيدفعه للنادي المجري على ثلاث اقصات الرقم نفسه الناديين متفقين عليه بس الاهلي عايز يدفعه على ثلاث اقصات والنادي المجري عايزه مرة واحدة كاش ادقوني كاش على طول ادفعلي على طول بسرعة مش كاش اللي هو النقد يعني كيه كيه يتحوي سيصد اديني على مرة واحدة الاهلي عرضه 2 مليون و 800 ألف دولار 2 مليون ألف دولار بجانب بونس حوالي 500 ألف دولار عن مشاركات وبطلات اللعب يحقق النادي المجري عايز 3 مليون بجانب 500 ألف يورو عفوا انا بتكلم باليورو 500 ألف يورو 3 مليون يورو و 500 ألف يورو بونس 200 ألف مش هيدي الخلاف الخلاف في انه تخضهم بالتقصيد النادي المجري مش عايز بالتقصيد عايز كاش عايز دفع واحدة اديني دفع واحدة ادينيش على ثلاث اقصات دي الحكاية القريبة القريبة فانا بقول لك اهو الهالي عمالي روغنا زي ميسي وهيسجل هدف من اهدف ميسي ممكن خلال ايام تلاقي الهدف جي والهدف جي ده معناه ايه؟ معناه محمد علي بن رمضان ممكن جدا يبقى لاعب في النهج الهالي